ملف الشرق الأوسط قضية رئيسية في ماراثون انتخابات الرئاسة الأمريكية وتحدي كبير قد يلعب دورا حاسما في مصير المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كاملة هاريس الرئيس السابق والمرشح الحالي ترامب اهتم كثيرا بالشرق الأوسط أثناء فترة رئاسته وكانت زيارته الخارجية الأولى إلى السعودية وقد لعبت العلاقات الشخصية لترامب ولصهره ومستشاره جاريت كوشنر مع قادة المنطقة دورا أساسيا في مجريات سير عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمنطقة ومن موقع المرشح الطامح للعودة للرئاسة ينظر ترامب اليوم إلى الشرق الأوسط مرة أخرى باعتباره منطقة رئيسية للاهتمام والتأثير إذ يقول للأمريكيين إن حرب غزة ما كانت تندلع لو كان هو رئيسا ويشير ترامب دائما إلى اتفاقيات السلام التي تم التوقيع عليها خلال رئاسة باعتبارها إنجازا دبلوماسيا كبيرا ودليلا على أن اتفاقات أخرى مشابهة ستأتي إذا عاد إلى الرئاسة أما إيران فكانت القضية الأكثر توترا في عهد الرئيس الجمهوري السابق والذي انسحب من الاتفاق النووي الذي عملت إدارة سلفه أوباما لسنوات من أجل التوصل إليه واتبع ترامب سياسة الضغط الأقصى اقتصاديا عبر فرض وتجديد العقوبات على طهران أما كاميلا هاريس فلم تتحدث أثناء خدمتها في منصب نائب الرئيس عن سياسات ومبادرات استراتيجية في الشرق الأوسط لكنها ستجد نفسها إذا فازت بالرئاسة في موقع يحتم عليها التعامل مع الشرق الأوسط هاريس بدأت فعلا في الشهور الماضية اتخاذ خطوات تميزها قليلا عن الرئيس جو بايدن فقد كانت هي المسؤولة الأمريكية الرفيع الأول الذي دعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد أن اصطفت واشنطن لشهور طويلة مؤيدة لإسرائيل في معارضة فكرة وقف إطلاق النار حتى تحقق حملة إسرائيل أهدافها وعندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلية بن يمين نتنياهو واشنطن في يوليو الماضي كان حديث هاريس أمام نتنياهو والعالم أكثر وضوحا وحسما عندما قالت إنه يجب إيقاف إطلاق النار فورا أما بالنسبة لإيران فكانت هاريس جزءا من إدارة بايدن التي حاولت العودة إلى الاتفاق النووي وستسير هاريس إن أصبحت رئيسة على نفس ذلك التوجه لكن سيكون عليها وعلى فريقها تقديم مبادرات جديدة لتحريك الموقف وسواء كان الرئيس المقبل ترامب أو هاريس فإن الولايات المتحدة ستواجه قرارا كبيرا يتعلق بمستقبل الشرق الأوسط مع تزايد مخاطر التسع الصراع بالمنطقة مخاطر التسع الصراع بالمنطقة مع تزايد مخاطر التسع الصراع بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر